شهد العراق بعد الغزو الأمريكي له في عام 2003 تعددية حزبية شكلية لكنها تعددية مختلفة في الاتجاهات لأن هذه القوى والأحزاب مختلفة أو متضاربة الأيديولوجية كانت هذه الأحزاب تتخذ موقف المعارضة للنظام السابق وبعد احتلال العراق دخلت العملية السياسية عبر مجلس الحكم الانتقالي الذي تم تشكيله أمريكيا على أساس طائفي وإثني أسس إلى انعدام الثقة والشك والخوف من الآخر فيما بين هذه الطبقة السياسية استمرت العلاقة بين هذه القوى منذ تأسيس مجلس الحكم وإلى الوقت الحاضر تبنى هذه العلاقة على أساس المصالح الحزبية الضيقة بعيدا عن أي مصلحة عراقية وطنية حقيقية وبالتالي كان المعيار الأساسي لتعامل هذه القوى السياسية تجاه بعضها البعض هو المصلحة الحزبية فقط بدأت العلاقة تختلف وتتأثر حتى داخل الحزب أو التحالف الواحد جراء انعدام التوافق وانعدام الرؤية المشتركة لبناء الدولة وإدارة البلاد وشكل النظام السياسي الجديد انتقل هذا الصراع في المرحلة الأخيرة ليكون أكثر حدة داخل هذه التحالفات القومية الطائفية نفسها تفاقمت كثيرا مسألة عدام الثقة بين الكتل السياسية في فترة حكومتي المالكي وبدأ يأخذ منحا خطيرا انتهى بدخول تنظيم الدولة داعش وسيطرته على مساحات كبيرة من العراق وهكذا كانت السمة الغالبة للعلاقة ما بين أحزاب السلطة في العراق هي علاقة صراع واحتراب بدل أن تكون علاقة تنافس في ظل ما يفترض أنه نظام ديمقراطي وذلك لأن شركاء العملية السياسية هم أحزاب متعددة تجمعها فقط المصالح الحزبية والشخصية كان لأي مصلحة وطنية في تفكيرها أو في منهجها السياسي ترجمة نانسي قنقر